أطول أزمة تواجه النظام السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال ولا يبدو أن نهايتها قريبة إلا يوم يعلن عن وفاة العملية السياسية التي ولدت مشوهة وملئة بالأفات والكوارث التي أوصلت العراق إلى هذا الحال سبب الأزمة لا يتعلق بفشل تشكيل حكومة الأغلبية أو تشكيل حكومة توافقية فهذه الأزمة ناجمة عن تراكمات لأخطاء وصراع وخلاف منذ سنين طويلة ولهذا تفجرت وأصبحت هي الأطول بعد الاحتلال إصرار القوى السياسية على تكرار تجربة حكومة التوافق كان هو أساس الخلاف والصراع السياسي حيث عمل الإطار التنسيقي بكل الطرق على إفشال مشروع الصدر الذي يسميه حكومة الأغلبية فيما يصر في الوقت نفسه على هذه التوليف الجديدة وبينما يتجاهل الطرفان أسباب فشل النظام السياسي يلجآن إلى النزاع حول شكل الحكومة وعندما اقتربا من نقطة الصدام المسلح كما تشير الوقائع انبرت فكرة الانتخابات الجديدة التي يعتبرها مراقبون حلا مؤقتا لا يمكنها أن يكفل عدم عودة الخلافات بعد الانتخابات المدعو إليها سلسلة هزات ضربت العملية السياسية هي التي أوصلتها إلى حافة الهاوية فمنذ عام 2010 وخروج العملية السياسية عن سياقاتها الدستورية وصولا إلى محاولة التمسك بالسلطة عام 2014 وما جرى من صراع بين الكتل على نتائج الانتخابات عام 2018 مرورا بالانتفاضة الشعبية في ثورة تشرين التي كانت الفيصل في القطع التام لعلاقة الشعب بالمنظومة الحاكمة فما كان من الأحزاب إلا أن تنشغل بنفسها وتفتح أوراق خلافاتها القديمة على الملأ بدافع الصراع على المناصب والثروات أمام هذا الواقع السياسي تترسخ القناعة لدى الشعب العراقي بأن الحل مرهون بالتغيير الشامل للنظام بكل آلياته وتفاصيله